اشتركوا في القناة لكن اليوم مع الدكتور ياسر أحمد الصالح أخصائي بالأمراض العصبية رح نتوسع أكتر بمعرفة أسبابه والأهم شو هو علاجه النهائي لمثل هيك حالات سعد صباحك دكتور سعد صباحكم أهلا وسهلا فيك بالبداية اليوم عجد موضوعنا كتير مهم تشخيصه كتير مهم وعلاجه كتير مهم ولكن بالبداية خلينا نتعرف شو هو مرض الصرع حقيقة الصرع بالأمراض العصبية هو مرض هام جدا وفي الواقع هو عرض وليس مرض يعني هو عرض لأمراض كثيرة في الواقع أي أزية لقشر الدماغ ستؤدي إلى شكل من تظاهرات الصرع يتصور العامة من البشر أن الصرع هو دوما اختلاج أنه رجفان شديد في الواقع قد تكون كثير من النواب غير ملحوظة حتى للمريد أو حتى لأهل المريد بعض النواب تمر دون ملاحظة فكثير من الحالات في الواقع نربطها دائما بالأزيات الكبيرة أزية صغيرة في قشر الدماغ أيضا قد تكون مدعاة لحدوث انفراغ شاز في العصبونات الدماغية وبالتالي حدوث نوبي تتدرج في شدتها من نوبي غير مرئية غير ملاحظة شروط بسيط مثلا إلى نوبي وسميها في المراجع الخديمة وفي المراجع الحديثة الداء الكبير وصفت عبر التاريخ بكل الشعوب سموها الداء الكبير عندما يسقط الإنسان بحالة فقد وعي مع رجفان عنيف تقوي شديد وبالتالي مظهر النوبي الكبيرة مظهر يعني يوحي بأن الإنسان على وشك الموت فهو مرض خطير ولذلك ربط هذا المرض بالأرواح الشريرة عبر التاريخ كان دائما كل الثقافات الحضارات اللي مرت تربط هذا المرض بروح شريرة ما أو شيطان ما حتى جاء أبو قراط أبو الطب وكان أول من قال بأنه مرض عضوي السبب الرئيسي على قول أبو قراط هو الوراسة وردود الدماغ وما زالت الوراسة وما زالت ردود الدماغ سبب حقيقي وسبب يعني يشكل نسبة كبيرة من الأسباب في الواقع وهناك قائمة هائلة واسعة من الأسباب التي تؤدي إلى أزف الدماغ يتظاهر بنوبة ما بشكل من أشكال الصرع دكتور خلينا نتعرف أكتر على أهم الأسباب يمكن يلي ممكن شكل حالة الصرع وهل هي ممكن فقط تكون وراسية أم ممكن نتيجة حادث أم حالة نفسية تماما هذا ما خلصت إليه منذ قليل قد تكون الوراسة سبب بحوالي نسبة نيحة الأسباب قد تصل حتى 50% بين وراسية ومجهولة السبب أما بقية الأسباب فهي الردود الدماغ فهي التهابات السحاية بعض الأورام كل ما هو مخرش لقشر الدماغ مجاور له قد يؤدي إلى أزيف العصبونات القشرية وبالتالي حدوث انفراغ مرضي فالطائفة واسعة حتى الحوادث العائية الدماغية كثير من النشبات الدماغية الاحتنشاءات الدماغية قد تكون أيضا مدعاة لتوليد نوبة صرع فإذا الصرع هو عرض لكثير من الأزيات الدماغية وللأسف الشريب قد يكون دماغ الإنسان في غاية الرقي والتطور يسجل التاريخ وجود الصرع عند عباقرة عند قادي كبار إذا رجعنا للتاريخ القديم فإن الإسكندر المغدوني إسكندر الأكبر كان مصاب بالصرع يوليوس خيصر كان مصاب بالصرع إسحاق نيوتون الذي خدم للفيزياء أعظم تقديم في الدنيا كان مصاب بالصرع نابليون بونابرت بيتهوفن ليوترستوي عملاق الأدب الروسي فإذا عباقي ركبية يعني كبار في تاريخ البشرية كانوا مصابين بالصرع لا يعني إصابة الإنسان بالصرع أنه دون أنه أقل شان أو أقل يعني إنسانية على الإطلاق ندبما أزيما في هذا الدماغ قد تولد بين الحين والحين انفراخ شاز ومن ثالي يكون الإنسان في حالة ضعف الصرع في العربية كما في اللاتينية اشتق من الغلبة مصروع أي مغلوب غلب على أمره وقد يغلب الإنسان على أمره لحظة النوبة أما خارج النوبة فهو إنسان فعال هو إنسان معطاء هو إنسان في غاية الإنسانية والروعة لذلك النظرة السلبية لمرض الصرع يجب أن تحارب بقوة من قبلنا كأطباء من قبل الإعلام من قبل كل من يريد الخير للبشرية هذه النظرة السلبية يجب أن تمحى من قائمة مرضى الصرع نعم دكتور خلينا نحكي هل بسي بالصرع الأطفال في إيلون عمر محدد للإصابة بنوبات الصرع وأي أكتر عمر يمكن أو ذكر أو أنسى خلينا نحكي نسبة الإصابة بالصرع كبيرة وخاصة كبيرة دائما المنحنى البياني بيكون شديد ينخفض بمس منحلة الشباب بين عشرين لخمسين سنة ثم يعابد بالزيادة لكسرة الأزيات التي تحصل في الدماغ أيضا في العمر المتأخر من حوادث وعائية دماغية من أورام دماغية من أمراض تنكسية تصيب الدماغ أما في الطفولة فإن الأزيات ما حول البلادة كسرة إصابة الأطفال بالالتهابات السحاية بالإمتنات كسرة إصابة الأطفال بالردود كله بيأسر يجعل أيضا النسبة عالية يعني نسبيا في مرحلة الطفولة تنخفض في مرحلة يعني رح نسميها زهوة الشباب بين العشرين للخمسين ثم تعاود بالارتفاع من جديد يعني دكتور كلامك بدل أنه لازم ممكن يكون في عناية بشكل أكبر للأطفال وخاصة يمكن يلي بتعرضوا شوي لوقعات أو ممكن لبعض الإصابات الأهل يمكن يفكروا عرضية ذكرت لنا دكتور أنه هو ما نهو مرض هو يعرض شو أهم الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص يكون عنده حالة سرع هو يمكن ما يكون عارفان أنه هو موضوع سرع عنده سؤال حضرتك شقين رح تجاوب بالبداية على الشق الأول خضر حقيقة حماية الأم الحامل أثناء الولادة هي أعظم خطوة بمكافحة السرع نسبة كبيرة من الأزياد تحدث بسبب نقص أكسجي أثناء الولادة أثناء الولادة لكن فلحظة الولادة لحظة عامة بتأكيد تعادل الحياة كلها في الواقع أيضا الشق التاني الأطفال بحمايتهم من الألعاب الخطرة للأسف حاليا في أفلام كرتون من حركات مؤزية وعنف نعم إضافة لحوادث سير إضافة للحوادث الحربية لحرب اللي عمت عيشها هالبلد الصامد عمد السنوات طويلة كلها قد تخلف أزياد في الدماغ أما كأعراض فالبتل ما حكينا بصراحة طيف الأعراض كثير ولكن دائما نتحدث عن صرع جزئي وصرع معمم الصرع الجزئي يسمى بؤري فوكل في قطعة ما من الدماغ يحدث الانفراق وقد يبقى المريض محتفظا بوعيه أثناء النوبة كثير من النواب يبقى فيها المريض واعي لما يحصل يحصل تشنج في أحد الأطراف ويراقب المريض كيف إذاه قد تحركت لا إراديا وهو صاحي قسم آخر بيكون معمم وبالتالي يفقد المريض وعيه ولا يدرك إطلاقا ولا يتذكر إطلاقا ما حصل أثناء النوبة نعم ففي الواقع الطيف واسع جدا كدش بتكون دكتور مدة النوبة؟ المدة الوسطية للنوبة تختلف من نوبة صغيرة كما ذكرنا يعني سواء جزئية أو سواء معممة بس وسطيا معصم النوب لا تتجاوز في الواقع ثلاث دقائق إذا طالت النوبة وخاصة المعممة أكثر من خمس دقائق نحن نعلم طلابنا في قليل الطب جامعة دمشق أن المريض يجب أن يسعف إلى المشفى ويعامل كشيء نسميه الحالة الصرعية وهي حالة مهددة للحياة بشدة في الواقع نعم لأن الحالة الصرعية تعادل الموت في الواقع يبقى المريض بحالة اختلاج متواصل وبالتالي نقص أكسجة دماغية شديد وقد يدخل بحالة موت دماغي فهي حالة خطيرة جدا كل نوبة تتجاوز الخمس دقائق يجب أن تعامل كحالة خطيرة في الواقع نعم وقت بيصير حالة نوبة الصرع هون الأهل شو لازم يعملوا أو المحيط شو هي الإسعافات الأولية بما أنه صور رائع في الواقع أول خطوة أن نحمل المريض من أزية نفسه في الواقع لو كنت في الطريق ورأيت مريض يختلج سأرمي سترتي وحولها إلى وسادة أضعها تحت رأس المريض إذا كان المريض في حالة سنة للرقبة بشدة سأفرض هذه الرقبة أجعله على جنبه اليمين أو جنبه اليسار المهم أن تخرج المفرزات بسهولة لأن النوبة المعممة برافقة فرط إلعاب شديد وبالتالي قد يبتلع المريض مفرزاته ويدخل بحالة اختناق شديدة في الواقع أهم شيء أن يتصرف الإنسان بهدوء بوعي كان الأهل دائما ومسعفين العاديين يتعمدون إلى وضع الأصبع في الفم لمنع عبد اللسان هذا إجراء خاطئ بشدة خاطئ وضار يعني ما بيتم بلع اللسان أثناء النوبة لا تمنع لا يمنع وضع الأصبع بلع اللسان إذا كان الأمر سيتم ولكن أثناء الدزز الشديد التكزز الشديد يعني المسعف يشعر أن أصبعه ستنقطع فيسحبها حتما وبالتالي يكون أضاع الوقت حتى قطعت ماشي أو شيء ممكن أنا بالبيت وعارفي طفلي كأم بدأ يتعرض دنوبة أفضل جيب قنية تبع التخدير اشتريها وخليها بجيبتي جاهزة في قنية طويلة من المطاط اللدن وتسمح للمجر الهوائي بأن يكون شغال ما عندي إياها لها القنية هاي ممكن جيب طرف المنشفة قطعة طويلة بحيث يصعب ابتلاعها أما أي قطعة صغيرة سيبتريعها المريض أثناء النوبة وتكون هي مصدر الأذى ممكن طرف منشفة بسرع لفه وحطه زاوية الفم لا يمنع عبد الليسان إذا كان معروف عن المريض أنه أثناء النوبة بيعبد لسانه بجدة لوفر عليه هذا الأذى نعم ودكتور هو المريض اللي بيعرف حاله ممكن أنه يكون عنده إصابة به هالنوبات هو ممكن كيف يوقي حاله يعني؟ سؤال كثير رائع كثير من النوب يسبقوا هاشيء يسميه الأورى أو النسمة هناك مشاعر غريبة تنتاب المريض وهناك أنماط متعددة لهذه النسمة قد يشعر المريض بخدر ما قد يشم رائحة غريبة قد يشعر بشعور ضغط داخل أحشاؤه حماوة يصفها متصاعدة نحو الأعلى قد يشعر بذوخة قد يشعر مدتها بتكون دكتور؟ سواني قد تستمر عشرة خمسطعش عشرين ثانية وتكون عامل إنزال رائع لهذا المريض لأن يجلس بسرعة أن ينام أن يتفادى أزية كبيرة نعم يعني دكتور بس يشعر بأنه هلا بدأت تصير معه الحالة ما في ما في أي شيء ياخده لحتى يخفف من أعراضه طالما أن القضية سواني فإسعاف دوائي هو يقوم فيه صعب طيب ما بعد الحالة في دوال عزمة إذا النوبة نوبة محددة لذاتة بذاتة إذا نوبة صارت وخلصت خير وبركة كفى الله المؤمنين الشر القتال أما إذا معروف عن المريض أنه يعاود الاختلاج فممكن إرجاء لأعطاء سواء إذا رجع صاحي تمام وقادر يبلع أعطيه حبة طفل صغير ما أنا واسق ما نصحه ممكن أعطيه شيء عن طريق الشرج أعطاء شيء وريدي هذا لازم يكون بالمشفى وبأيدي خبيرة أكيد ما منصح فيه للمنزل دكتور يعني كل الأشخاص يمكن أو حتى إذا فينا نقول بأعمار صغيرة الأطفال اللي عندهم إصابة بهالنوبات هل هي ممكن تستمر أم ممكن يتم علاجها وتم الشفاء بشكل كامل والحمد لله نسبة كبيرة من الصراع قابل للعلاج الدوائي وتقدر معظم المراجع أن نسبة الاستجابة على الدواء بأنواع وبأجيال مختلفة تصل لسبعين وحتى أحيانا أكثر حتى على الدواء الأول ممكن ستين بالمئة من المرضى يصير شفاء تام بس الأمر هون مو أنه أخد كورس بسيط لالتهاب بالعوم لا أنا عم بعطي لشي مزمن فلازم نفهم المريض من اللحظة الأولى أنه علاجه رح يستمر لسنوات لسنوات تماماً ولكن حتماً رح يتم علاج حتى بي هيتم الشفاء بنسبة منيحة يعني مثل ما ذكرت دكتور هون في سؤال الحالة النفسية للمريض هي عامل لتزيد حالة مرض أو نوبات الصراع أو تخفف يعني مريض الصراع أنه أنا مريض بيسيبه حالات مرافقة حالات عصبية أو نفسية مرافقة فعلاً الموضوع كثير هام حقيقة مريض الصراع مريض يعاني من ضغط نفسي كبير وركزت في بداية حديثي أن أعزز ثقة المريض بنفسه وأن يعني معلومات كافية حول مرضه الشرح الوافي للمريض أمر كتير ضروري ونعطيه أمل الشفاء بشكل جيد وحتى في فرص للعلاج الجراحي يعني فيه 30% اللي بيعنده على كل أشكال الدواء في فرص جيدة وطيبة جداً لعلاج جراحي إذا كان الصراع بؤري كما ذكرنا بالتصنيف وآخذ بؤرة من الدماغ وقد أصبحت هذه بؤرة مصدر خطر دائم على المريض مصدر إطلاق نؤبي دائم وهي يعني قطعة تاليفة من الدماغ ففي الواقع سحبة نزعة من الدماغ هو تفريج حقيقي لمشكلة المريض ففيه عدة أنماط من العلاج الجراحي منها الاستقصال منها القطع الوظيفي كما نسميه وحتى فيه تقنيات حديثة تنبيه كهربائي في الحالات اللي متعذر فيها الجراحة كان يزرع وشيع على العصب المبهم عملياً بحيث تولد نبضات كهربائية تفرمل وتعطل النبضات الكهربائية التي تتولد في الأعلى نعم دكتور في كتير من الأهالي يمكن ولادهم بتعرضوا لإصابات معينة ما بيخطر عبالهم أبداً ويمكن حتى بيهملوا هذا الجانب أنه ممكن طفلهم يكون تعرض لإصابة وسببت له الصرع هون شو بتحب توجه كلمة للأهالي لنوبة صرع بشكل مفاجئ لو بعمر متقدم أو عمر متوسط أو حتى طفل صغير يجب علمياً أن ندرس في مركز أكاديمي دراسة وافية ولا يكتفى أبداً بالطبقي المحوري كإجراء تشخيصي لابد من إجراء رنيم مناطيسي عالي الجودة ليبين الأسى الكامن في جزء ما من هذا الدماغ الواسع القشر الدماغي يعني رحب فعملياً إجراء تصوير وخاصة برنيم مناطيسي عالي الجودة إجراء تخطيط دماغ طالما أن المرض يتولد من انفراغ كهربائي فأجلس التخطيط كفيلة بتحديد نوع الشحنة نوع الانفراغ وبالتالي دقة أكبر بتشخيص المرض بتصنيفه وباختيار العلاج المناسب فعنا إذن إجراءات تصويرية أن إجراءات تخطيط أيضاً بعد التحاليل الدموية قد تكون ضرورية خاصة لعندهم مشاكل استقلابية أو هرمونية مساهمة في زيادة المرض فالدراسة بمركز أكاديمي خاصة مثل المشافينا الجامعية والحمد لله مشفى الأسد الجامعي على سبيل المثال يمتلك جهاز تخطيط دماغ تلفزيوني طويل للمدى نحن قادرين على تخطيط المريض بساعات طويلة وحتى لأيام متوالية بحيث تكشف البقرة المرضية تحدد وتعالج لاحقاً بشكل جراحي نعم دكتور أكيد موضوع كتير هام وكتير دقيق ويمكن اليوم حكينا وفدتنا بمعلومات وبحالات توعية كتير مهمة نحن كتير بنا نتشكرك وقالله يشفي كل المرضى الشفاء كل مرضى والتعافي والمنع لهذا البلد العظيم آمين شكراً كتير لك دكتور وأكيد نتمنى نسلط الضوء دايماً على هيك موضوع مهمة وأيضاً تم التوعية عبر حضراتكم كل محبة إن شاء الله شكراً دكتور شكراً 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 شكراً